اشتركوا في القناة اعزائي طلبة وطلبئات مركز التعليم مفتاح جمهة القاهرة الدبلومة المهنية في المحاس في المراجعة مقرر 222 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه المحاضرة الخامسة في المقرر بتاعنا اللي عنوانه دراسات ومشكلات معصرة في المراجعة رقم 222 الحقيقة احنا بنستكمل موضوع بدأناه في المحاضرة السابقة اللي هي المحاضرة الرابعة اللي كانت بتتكلم عن عنوانها لو تفكروا تأثير الخطر الكامل في منشآت الاعمال محل المراجعة على خطر المراجعة النهائي تناولنا مراجعة سريعة على الفتحة عشان نربط الكلام الجديد باللي قلناه قبل كده قلنا ان البحث ده او الفصل ده بيدرس حكتين الحقيقة والعلاقة بينهم الشيء الاول اللي بيدرسه الموضوع اللي هو الخطر الكامل في منشآت الاعمال محل المراجعة ده العنصر الاول للبحث ده بيناقشه الشيء التاني اللي البحث ده بيناقشه خطر المراجعة النهائي وبعدين في المحاضرة اللي فتحنا تعرضنا لكل منهما لكل من الخطر الكامل في منشآت الاعمال محل المراجعة وخطر المراجعة النهائي وشفنا كل منهما له تعريفه ولو العوامل بتاعته والمحددات بتاعته وعملنا دراسة ميدانية قبلنا فيها ممارسة المهنة من الخبراء المحاسبين والمراجعين القانونيين وسألناهم وعرفنا رأيهم وسجلنا ده في نتائج البحث احنا بنستكمل حقيقة خطر المراجعة النهائي بنقول ايه ان خطر المراجعة النهائي يجب ان يخضع للرقابة او يتعمله نوع من الكنترول وبنبقى هنا الهدف من رقابة خطر المراجعة النهائي بالليه بنراقب هذا الخطر طبعا من اللي بيرقبه الناس المعرضين لي اللي هم المراجعين القانونيين انفسهم بيرقبوا المخاطر يعني بيعملوا على الكنترول عشان الهدف من ذلك كدنية احتمالات تحقق الاخطار المتعدلة التي تكون خطر المراجعة النهائي ما تنسوش ان احنا قلنا ان خطر المراجعة النهائي له عناصر 3 كل عنصر من 3 بنقسم الى عنصرين فرعيين ومن ثم رقابة خطر المراجعة النهائي بيهدف الى احداث نوع من التحكم في المخاطر او في العناصر الفرعية لخطر المراجعة النهائي عشان في النهاية نعمل كنترول على خطر المراجعة النهائي ونختتم في النقطة دي بنقول ايه أن خطر مراجعة النهاية لا يمكن تجنبه طول ما المراجعة معها ليسنس ترخيص بمزاولة المهنة وبيمارس المهنة هو معرض لهذا الخطر ولا يمكن تخلي عن خطر المراجعة ولا تجنبه إلا بتخلي عن مزاولة المهنة فنختتم برضو بنقول أن كل مراجعة معرض لخطر مراجعة بدرجة ما بدرجة ما عالية أو مخافضة ده حسب وعيه وحرصه ورقابته لخطر المراجعة النهائي وعليه أن يراكب ذلك الخطر ولا يخفى أن رقابة الخطر يبدأ بالتحكم في محددات ذلك الخطر بنختتم البحث كله بقى العلاقة بين خطر الكامل في منشآت الأعمال محل المراجعة وخطر المراجعة النهائي في الحقيقة أوضح التحليل النظري المنطقي والاختبار الميداني لوجهة نظر المراجعين في البقى المصرية أن هناك عوامل مشتركة تؤثر على كل من الخطر الكامل في منشآت الأعمال وخطر المراجعة النهائي في عوامل مشتركة بتأثر على الاثنين العوامل أشرت نتائج الدراسة أن الخطر الكامل في منشآت الأعمال يؤثر على خطر المراجعة النهائي فأجمع المراجعين أن خطر المراجعة النهائي تأثيره على خطر محل المراجعة مش واضح قوي لكن تأثير الخطر الكامل في مشاءات الأعمال على خطر المراجعة النهائي قائم وأثبتته الدرس هل الخطر الكامل في منشآت الأعمال بيؤثر على خطر المراجعة النهائي؟ نعم ليه؟ لأن فيها عوامل مشتركة منهم طيب السؤال من الناحية الثانية هل خطر المراجعة النهائي بيؤثر على الخطر الكامل في منشآت الأعمال محل المراجعة؟ الحقيقة لم تؤكد الدراسة ذلك طيب كيف يمكن رقابة الخطر الكامل في منشآتك؟ كيف يمكن رقابة خطر المراجعة النهائي؟ يمكن رقابة ذلك الخطر باستخدام مداخل مختلفة سواء كانت مهنية وهنا بنركز قوي على معايير الأداء المهني أم سلوكية ولما كان رقابة خطر المراجعة النهائي تحدث استكلفة يقع بقوها على المراجعة فإن الأمر يتطلب من المراجعة عمل موازنة بين تكلف رقابة ذلك الخطر والعائد من تلك الرقابة يعني في الجزئية الأخيرة دي بنقول أن المراجعة يمكنه رقابة خطر المراجعة النهائي باستخدام المداخل المختلفة المهنية والسلوكية والكمية بس خلي بالك رقابة خطر المراجعة النهائي له التكلفة يعني المراجعة عشان يعمل كنترول على خطر المراجعة النهائي في تكلفة رقابة بيتعرض لها طيب المراجعي يعمل رقابة قد إيه؟ ده بيتوقف على العائد الناتج من الرقابة فالمفروض المراجعين بيعمله موازنة أو مقابلة أو تحليل التكلفة لتكلفة الرقابة والعائد من تلك الرقابة وطول ما العائد اعلى من التكلفة المراجعين ما بيبقاش عندهم منع ان هما يرقبوا المخطة لكن في الحالات العكسية لما يلاقوا تكلفة الرقابة اعلى بتزيد يعني عن العائد المنتظر من الرقابة لا بيعملوا بيعيدوا نظر تاني في اساليب ومداخل الرقابة علشان يقللوا التكلفة بتاعتها ومش بيتخلوا عن الرقابة لا بيلجأوا الى مداخل الرقابة ذات تكلفة معقولة او محتملة يعني معقولة او محتملة تكون ما بتزيدش عن العائد المنتوقع من الرقابة المراجع بقى موقفه ايه من الخطر الكامل في منشآت الاعمال محل المراجعة بنقول فيه واجب على المراجعين تجاه الخطر الكامل في منشآت الاعمال محل المراجعة وأن هذا الواجب يتمثل في التعرف على الخطر الكامل وقياسه وأخذه في الحسبان عند تخطيط عملية المراجعة وتنفذها والتقرير عنها إذن المراجعة ملزم بأنه يراقب الخطر الكامل في منشآت الأعمال وياخده بنظر الاعتبار ويتعرف عليه ويشوف تأثيره على الحسابات والمعلومات المالية علشان هو هياخد مستوى هذا الخطر في الاعتبار لما يجي يحط برنامج أو خطة المراجعة وحتى لما يجي ينفذ خطة المراجعة وأخيرا لما يجي يعمل تقريره بشأن عملية المراجعة لازم الخطر الكامل في منشآت الأعمال ما يكونش غايب عن زهن المراجعة وعن حسابات المراجعة في العناصر التلاتة التخطيط والتنفيذ والتقرير عن عملية المراجعة طيب هل المراجعة احنا قلنا عليه واجب بشأن هذا الخطر طب مين اللي بيحدد هذا الواجب أو ايه اللي بيحدد واجب المراجعة ده او بمعنى اخر ايه اللي بيلزم المراجعة انه هو يتخذ موقف بشأن الخطر الكامل في منشآت الأعمال بنقول في عدة عناصر اولها اهدف المراجعة نخلي بالنا ان الهدف الرئيسي المراجعة هو ابداء رأي فني محيد عن نتائج اعمال منشآت ومركزها المالي ده الهدف الرئيسي من المراجعة يبقى نخلي بالنا قبل ما ندخل في التحليل بنقول انه كل ما من شأنه ان يؤثر على نتائج اعمال منشآت ومركزها المالي لازم يبقى محل اعتبار ومحل تركيز ومحل اهتمام من جانب المراجعة لما نتكلم عن الخطر الكامل في منشآت الأعمال واهداف المراجعة هنقول ان الخطر الكامل له تأثير على نتائج اعمال منشآت ومركزها المالي ومن ثم المفروض المراجع يجب عليه ان يتعرف على ذلك الخطر ويقصر وجوده على نتائج الاعمال ومركز المالي اذا هداف المراجعة الاصلية اللي المراجعة عملت علشانها اصلا لما نحط الاهدف دي امام عيوننا يبقى انا كمراجعة لازم اتعرف على الخطر الكامل في منشآت الأعمال وايس وايس اختبر يعني اثر وجود هذا الخطر على نتائج اعمال منشآت ومركزها المالي لان انا في النهاية بابدي رأيي كمراجعة عن نتائج اعمال منشآت ومركزها المالي ومن ثم يبقى القاعدة الاساسية عندنا ان كل ما من شأنه ان يؤثر على نتائج اعمال منشآت ومركزها المالي المراجعة عليه ان يتخذ موقفا بشأنه الموقف هنا ايه بشأن الخطر الكامل يتعرف عليه يقيس اثر وجوده اثر وجود هذا الخطر على نتائج اعمال منشآت ومركزها المالي ايضا بنلاقي من المصادر اللي بتلزم المراجعة بانه اتخذ موقف بشأن الخطر الكامل في مشآت الاعمال التوصيات الصادرة من المنظمات المهنية التوصيات الصادرة من المنظمات المهنية اللي هي المعايير المراجعة اللي سواء وردت في الجاز الجاز اللي هي general accepted auditing standard او اللي وردت في الساس الساس اللي هي statement of auditing standard لو رجعنا للمعايير اللي موجودة سواء في القوائم هذه او تلك اللي هي الجاز او الساس سنلاقي في الزام في بعض هذه التوصيات على المراجعين ان هما يخدوا في الاعتبار الخطر الكامل لدى العميل اللي هو بيراجح حسابته في مصادر اخرى بتلزم المراجعين بذلك لما سألنا في الدراسة الميدانية بعض المراجعين قالوا الاخلاق والضمير المهني والامانة المهنية بتلزم المراجعين هو لازم يدرس الخطر الكامل لدى العميل ويشوف برضو مدى تأثير هذا الخطر على نتائج الاعمال والمركز المالي اذا احنا عندنا اربع مصادر بتلزم المراجع بانه يتخذ موقفا بشأن الخطر الكامل في منشآت الاعمال والموقف ده او الوجب ده التعرف على الخطر قياس اثر وجود هذا الخطر على كل من نتائج الاعمال والمركز المالي تاني المصادر الاربع دي اهدف المراجع التوسيات الصادرة من المنظمات المهنية سواء كانت ارشادات مهنية او معايير المراجع المتعرف عليها وفيه مصادر اخرى زي الضمير المهني والامانة المهنية والاخلاق اللي المفروض المراجع بيتحلى بها بتخليه يبذل العناية المهنية الوجب طيب هل هناك بقى اساليب ووسائل يمكن للمراجع استخدامها في قياس الخطر الكامل في منشآت الاعمال محل المراجع طبعا في اساليب كتيرة ومتعدلة احنا تعرفنا على بعضها في المحاضرة رقم اثنين اللي هي كانت المراجعة التحليلي الانتقادية لما قلنا ان المراجع ممكن يستخدم الاساليب الفنية المتعدلة زي قياس الاتجاهات اتجاهات السيولة اتجاهات الربحية اتجاهات التدفقات النقدية لما المراجع يستخدم المؤشرات المالية لما المراجع يعمل مقارنات بين الأرخام المحاسبية بعضها وبعض لما المراجع يعمل قوائم توزيع نسبي لما المراجع يستخدم كل الوسائل والأساليب في الواقع يستطيع من خلال هذه الوسائل والأساليب والمداخل المتعدلة المتنوعة يستطيع من خلالها أنه يعمل مدى الخطر الكامل في منشآت الأعمال مش بس كده ده حيقص تأثيره على كل من نتائج الأعمال والمركز المالي وحتى فيه في النمازج الإحصائية المعروفة بتستخدم فيه التنبؤ بفشل منشأتي يقدر المراجع ياخد هذه الأساليب ويعمل لها موديفكيشن يعني تطويع علشان تبقى ملائمة للأغراض بتاعته من النمازج المشهورة في هذا الشأن نموذج بيفر نموذج ألتمان نموذج بلوم نموذج ديكن دي كلها نمازج أثبات نجاحة في قياس والتنبؤ بفشل منشآت الأعمال يستطيع المراجع أنه يستعير هذه الأساليب والأدوات ويطوعها طوعها يعني يعدلها علشان تبقى قابلة للتطبيق في مجال المراجعة عنده علشان يئيز بها الخطر الكامل في منشآت الأعمال أيضا في سلوب تحليل الحضار المتعدد اللي بيتم التعبير عن عوامل الخطر كمتغيرات مستقلة بيعملها في شكل معادلة كسيرة الحدود ويقدر الناتج بتاع هذه الأساليب اللي هي معادلات الحصائية يقدر المراجع من خلالها يئيز مدى الخطر الكامل في منشآت الأعمال محل المراجعة كده الحقيقة خلصنا الموضوع الرابع اللي هو كان عنوانه تأثير الخطر الكامل في منشآت الأعمال محل المراجعة على خطر المراجعة النهي ما ننساش بقى النقاط الأساسية في الموضوع قبل من سيبه كان الموضوع ده بيتكلم عن عنصرين أساسيين والعلاقة بينهم العنصرين دولهم الخطر الكامل في منشآت الأعمال وخطر المراجعة النهي تناولنا تعريف كل منهما والعوامل والمحددات المؤثرة في كل منهما وتناولنا تأثير كل منهما على بعض وتبين في النتائج النهائية ان الخطر الكامل في مشاءات الاعمال ممكن كل ما زاد هذا الخطر في هناك احتمال ان يزود خطر المراجعة النهائية وقلنا ان كل من الخطرين يتطلبون من المراجعة يعني هو يعمل لهم نوع من الكنترول علشان بالنسبة لخطر المراجعة المراجعة بيبقى عايز يقل المخاطر بتاعته فبيعمل رقابة لخطر المراجعة النهائي وعلشان الخطر الكامل في مشاءات الاعمال محل المراجعة بيأثر على خطر المراجعة النهائي لازم نراجع يتعرف على خطر العميل اللي هو الخطر الكامل في مشاءات الاعمال ويشوف اثر وجود هذا الخطر على نتائج الاعمال والمركز المالئي وياخدوا في الاعتبار ياخد الاحتمالات دي في الاعتبار وهو بصدد تخطيط برنامج المراجعة بننتقل بقى الى الموضوع الخامس او الفصل الخامس وده موضوع بيكلم عن جودة عمليات المراجعة جودة عمليات المراجعة ده موضوع حديث نسبيا والموضوع ده له مشاكل كتيرة في الممارسة العملية فحنتعرف على هذا الموضوع على مدى ثلاث فصل الخامس والسادس والسابع بيركزوا على جودة عمليات المراجعة والاساليب والوسائل والمؤشرات واللي بتأخذ في الاعتبار عند تحديد مستويات جودة عمليات المراجعة نبدأ باول جزئية في جودة عمليات المراجعة اللي تناولها الفصل الخامس بعنوان جودة عمليات المراجعة ليه بندرس هذا الموضوع او هذه النقطة ايه الاهدف يعني التعليمية والسلوكية بنقول المفروض بندرس ده علشان الباحث يدرك يعني يتعرف على مفهوم جودة عمليات المراجعة لازم تعرف يعني ايه جودة عمليات المراجعة وتعرف كمان على مؤشرات الاستدلال على جودة عمليات المراجعة بمعنى ايه المؤشرات الاستدلال يعني ايه المؤشرات اللي انت تستخدمها علشان تحكم على عمليات المراجعة بالجودة او عدم الجودة كمان المفروض نتعرف على ندرك يعني ونعرف ضمانات جودة المراجعة يعني ايه العوامل اللي لازم تبقى موجودة علشان نضمن ان عملية المراجعة بتؤدى بمستوى معقول من الجودة نبدأ بالنقطة الاولى في موضوع جودة عملية المراجعة الا وهو ايه مفهوم جودة المراجعة بيفترض ان جودة عملية المراجعة تعتبر العامل الرئيسي المحدد لاختيار منشآت الاعمال لمراجعة الحسابات يعني لما تيجي منشآة تختار مراجعة من مكاتب المراجعة اللي موجودة في المجتمع علشان تراجح حسابتها المفروض بتراعي ان المكتب ده يكون من المكاتب اللي بتقدم عمليات مراجعة بدرجات جودة عالية ولقد اصبحت جودة عمليات المراجعة محل اهتمام كبير على المستوين الاكاديمي والتطبيقي جودة عمليات المراجعة دي بقت محل اهتمام كبير سواء في الدراسات النظرية الاكاديمية في الجامعة او في الممارسة العملية اللي هي في المجال التطبيقي بقت محل اهتمام لانه في حصل انهيارات في اقتصادية في شركات عالمية كبرى زي شركة انورون وشركة وورلد كام دي شركات لما حصل لها انهيار في بداية الالفية الحالية يعني حول سنة الفين حصل انهيار لشركات عملاقة امريكية كبرى الشركات دي كان لها علاقات دولية كتيرة الشركات دي لما انهارت لفتت النظر لفتت النظر الى ربما التساؤل اللي ثار ساعتها الشركات دي فشلت لان عمليات المراجعة اللي كانت بتؤدى لها مياج بمستوى الجودة المطلوبة او بمعنى اخر الشركات دي فشلت لان المراجعين اللي راجعوا حسابات هذه الشركات في السنوات الاخيرة اللي كانت اعقبها الانهيار لهذه الشركات كانت عمليات مراجعة دون مستوى الجودة يعني كانت عمليات مراجعة فشلها هي كمان هذه الانهيار زودت الاهتمام بقضية الجودة بين مكاتب المراجعة الكبرى والتي يفترض أنها المكاتب الكبرى يعني أنها توفر هدمات عالية الجودة ونظر لأن المنظمات الاقتصادية خلي بالك المقصوب المنظمات الاقتصادية لمنشآت الأعمال ونظر لأن المنظمات الاقتصادية تعمل في بيئة في ظل بيئة شديدة التنافسية لذلك فإنها تسعى إلى تحقيق نوع من التميز لمواجهة تلك المنافسة من خلال الاهتمام بالجودة الشاملة وانطلاقها من الدور المهم للجودة وفيما يلعرض لبعض المفاهم السائلة لجودة المراجعة إذن في الصفحتين دول بنأكد أن عملية المراجعة جودة عملية المراجعة بقت في بقرة الاهتمام سواء من الباحثين في جامعة الباحثين الأكاديميين يعني أو من الممارسة العملية في سوق المال والأعمال بقى المراجعين أنفسهم يهتموا بتقديم يهتم بقضية جودة عملية المراجعة الشركات اللي بتخضع للمراجعة نفسها والمجتمع بشكل عام بدأ يتحدث عن جودة أو انخفاض جودة عملية المراجعة لدى بعض الشركات اللي انها خصوصا اللي فشلت منها او اللي انهارت منها كان ذلك الفشل في المراجعة هو السبب في فشل هذه الشركات لما نتكلم بقى عن المفاهم اللي اختلفة لجودة عمليات المراجعة بيقول لي تعتبر جودة المراجعة تعبر جودة المراجعة عن زيادة تعتبر جودة المراجعة زيادة زيادة احتمال اكتشاف المراجعة المخالفات في النظام المحاسبي للعمل يعني عمليات المراجعة الجيدة هي اللي بتزود احتمالات اكتشاف المراجع للمخالفات اللي ارتكبها العميل في العمل المحاسبي بتاعه وبيقدم تقرير عن هذه المخالفات اذا المراجعة عالية الجودة هي التي تتسم بتخفيض خطر وجود الاخطاء والغش في القوائم المالية اللي لما بندرس اختار خطر المراجع بنسميها خطر الاكتشاف يبقى ده تعريف لجودة المراجعة ان المراجعة بتخفض المخاطر اللي بيتعرق المخاطر الناتجة عن احتمال وجود غش وتضليل في القوائم المالية وده طبعا مفروض يبقى في حدود الاتعاب المتفق عليه ويلاحظ ان هذا التعريف بيرب بين جودة المراجعة وبين تخفيض مخاطر المراجعة يبقى جودة المراجعة هي المستوى الاداء اللي بيخلي المخاطر المراجعة في اقل مستوى لها وخلي بالك الموضوع مرتبطه بالموضوع اللي قبل كده الموضوع اللي قبل ده كان خطر المراجعة النهائي وده احنا ما زلنا بنتكلم عن رقابة خطر المراجعة النهائية او رقابة مخاطر المراجعة وتخفضها يبقى من خلال احد وسائل رقابة مخاطر المراجعة ان المراجعة يؤدي عملية المراجعة بمستوى جودة معقول كمان في تعريف اخر لجودة المراجعة بيقول جودة المراجعة الجيدة هي التي تؤدى وفقا لمعايير وارشادات المراجعة وكذلك وفقا لقواعد السلوك والعرف المهن هنا عايز يقول لي ان المراجعة الجيدة هي المراجعة اللي بتؤدى طبقا وفقا يعني في حدود يعني يبقى المراجع التزم وهو بصدد عملية المراجعة من التخطيط لغاية تقديم التقرير بعملية المراجعة لازم يكون المراجعة التزم في كل مراحل العمل المراجعي اللي هو التخطيط والتنفيذ والتقرير التزم بمعايير المراجعة وإرشادات المراجعة وقواعد السلوك والعرف المهن كمان فيه تعريف تقليل بيقول جودة المراجعة ترتبط بمدى قدرة المراجعة على تخفيض حجم المعلومات المضللة وحجم التحيز وقدرته أيضا على تحسين الدقة في البيانات والمعلومات المحاسبة يبقى عندنا تعريفات متعددة للجودة يتضح من التعريفات اللي ذكرت دين أن هناك جدل لم يستقر عليه في الفكر المحاسبة بعد ولكن مع وجود هذا الجدل نقدر نقول أن فيه خصائص مشتركة في التعريفات السابقة وهي الخصائص دين نقدر أن تسميها خصائص المراجعة الجيدة أن يتم أداء المراجعة وفقا لمعايير وإرشادات المراجعة ووفقا لقواعد السلوك والعرف المهن دي خاصية من خصائص المراجعة الجيدة يعني عايزين نقول إذا كان المراجعة التزم بكل القواعد والمعايير دين يبقى بيفترض أن العملية المراجعة بتاعته توصف بأنها مع جودتها معقولة أن يكون خطر الاكتشاف في أدنى درجاته والذي يعني انخفاض احتمال وجود أخطاء وتحريفات جوارية غير مكتشفة يبقى ده برضو خاصية من الخصائص كمان من خصائص المراجعة الجيدة أن تحقق مصالح المستثمرين والأطراف الأخرى لات الصلة ذات الصلة بالمنشأة محل المراجعة وبالمعلومات المحاسبية بتاعت المراجعة وتعمل على حماية هذه المصالح يبقى المراجعة الجيدة من خصائصها العناصر التلاتة دول أنها تؤدى وفقا للمعايير والقواعد أن خطر الاكتشاف بتاعي يبقى في أدنى درجاته قالتوا حقق مصالح المستثمرين وكافة الستيكولدرز اللي هي الأطراف ذات الصلة بالمنشأة النقطة اللي بعد ما شفنا بقى مفهوم جودة المراجعة وخصائص المراجعة الجيدة تشوف ما هي المؤشرات اللي من خلالها نستدل على جودة المراجعة المؤشرات دي هي علامات كده تقول إذا توفرت هذه المؤشرات كلها أو معظمة دي يبقى لها دلالة على أن المراجعة اللي تم أداءها جيدة أول مؤشر حجم مكتب المراجعة حجم مكتب المراجعة هنا عايزين نقول هو حجم المكتب عارفين احنا أن مكاتب المراجعة مش متساوية فيه مكاتب كبرى عملاقة لها شراكات دولية فيها عمالة كتيرة عمالة فنية مهنية كبيرة لها على رأسها المكاتب الكبرى دي على رأسها شراكاء لهم اسمهم في مجال الميناء دي بينسماء مكاتب المراجعة الكبيرة فيه مكاتب المراجعة الأقل المتوسطة يعني وفيه مكاتب المراجعة الصغيرة المؤشر ده بيقول إيه كل ما كان حجم مكتب المراجعة كبير كل ما كان ده مؤشر على أن عملية المراجعة هتبقى بمستوى جودة كبيرة ليه لان المكاتب الكبيرة لها شهرة ولها سمعتها اللي ساعات بتتخطى المحلية وتبقى سمعة اقليمية او ساعات توصل الى السمعة الدولية يبقى بيفترض ان المكاتب دي بتحافظ على سمعتها واسمها فمش هتقدي عملية مراجعة الا بمستوى جودة المناسب والمقبول اللي لم يكن المتميز يبقى ده اول مؤشر نستدل به على عملية المراجعة اللي هو حجم مكتب المراجعة اللي ادى العملية اتنين المؤشر التاني مدة ارتباط المراجع بالعميل احنا عارفين ان العميل اللي هو الشركة محل المراجعة بيتم تعيين المراجع لها والمراجع ده يستمر معها فترة بنسمي الفترة دي فترة الارتباط بالشركة او بالعميل او بالمنشأة محل المراجعة بيقول لي ايه بقى المؤشر ده أن نقدر ناخد مدة ارتباط المراجع بالعميل كمؤشر للجودة وهنا المؤشر ده في قولان القول الأولاني قال إيه أنه كلما زادت مدة ارتباط المراجع بالعميل بتاعه ده يدي مؤشر أن الجودة تبقى أعلى ليه يقول أن ارتباط المراجع بالعميل مدة أطول بيبقى معناها أن المراجع فيهم هذا العميل كويس فيهم نظام الرقابة الداخلية لدى هذا العميل فيهم كل المخاطر المحيطة بهذا العميل فبدأ المراجع بالفعل بياخدها في الاعتبار وهو بصدد تخطيط وتنفيذ والتقرير عن عملية المراجع في إيه اللي يحصل تبقى عملية المراجعة جيدة أو فيه بقى رأي آخر قالوا لأ أن مدة الارتباط ديان لو زادت قوي بتبقى مش حلوة لأن احتمال بقى مش حلوة يعني أنتو عنها عملية مراجعة دون المستوى ليه بيقول إن ارتباط المراجع بالعميل قد ينشئ علاقات تؤدي إلى أن المراجع يفقد فيها استقلاله يبقى فيه علاقات عائلية وعلاقات صداقة بقى تنشئ بين المراجع أو بين فريق المراجع اللي بيراجع وبين كبار الموظفين والمديرين لدى العميل اللي قد يؤثر على استقلال المراجع ويخليه لا يفسع عن كل الأخطاء اللي بيلاقيها تمام؟ يبقى مدة ارتباط المراجع دي سلاح زح الدين لما نقرأ عنها سنلاقي فيها الرأي والرأي الأخر المؤشر التالب البعض ممكن يتساءل طب فيه رأيي ناخد بأي منهما الرأي الشائع طبعا إن المراجع مدة الارتباط علاقتها ترضية بجودة المراجع يعني كل ما زادت مدة الارتباط بيفترض إن المراجع يؤدي جودة أعلى أما الرأي الأخر فهو إكسبشن استثناء ما بناخدش به قوي لإن لا يفترض أبدا إن المراجع يفقد استقلاله أيا كان السبب حجم الدعاوة القضائية المرفوعة ضد مكتب المراجعة يعني نقدر ناخد إيه القضايا اللي تم رفعها على مكاتب المراجعة مؤشر للجودة بحيث نقول كل ما زادت عدد الدعاوة القضائية المرفوعة ضد مكتب المراجعة كل ما ده دانا انديكيتور أو مؤشر على إن عملية المراجعة بتؤدى بجودة تعبانة أو جودة منخفضة جدا لدرجة إن فيه أطراف بترفع أضايا أو دعاوة قضائية على المراجعة يبقى العلاقة بين حجم الدعاوة القضائية ومكتب المراجعة علاقة وبين جودة عملية المراجعة علاقة عكسية كل ما زادت حجم الدعاوة المرفوعة القضائية المرفوعة على مكاتب المراجعة كل ده مادة كان انديكيتور ومؤشر على إن الناس دول بيشتغلوا شغل لتعبان وإن عملية الجودة عندهم عملية مش كفاية العام المؤشر الرابع سمعة المراجعة طبعا سمعة المراجعة ده ممكن يبقى جزء يعني له علاقة بحجم المكتب لكن عايزين نقول برضو إيه إن أحيانا يبقى فيه مراجعة مكتبه صغير بس المراجعة ده حرس قوي على اسمه وعلى سمعته بالرغم من إن حجمه صغير وبالتالي ينتظر إن المكتب ده الصغير اللي بيحافظ على اسمه وسمعته إن عمليات المراجعة عنده تبقى فيه مستوى جودة معقولة المؤشر الخامس مؤشر تقديم مكتب المراجعة الخدمات الاستشارية للعميل المراجعة إحنا عارفين طبعا إن مكاتب المراجعة بتؤدي خدمات متعددة ومتنوعة ومتبينة للعملاء من أهم هذه الخدمات طبعا اللي هي خدمات المراجعة طيب أنا كمكتب بقدم خدمات المراجعة وبقدم خدمات أخرى خلاف المراجعة اللي بنسميها الخدمات الاستشارية يبقى إحنا دلوقتي بنقول إيه إن مكاتب المراجعة بتؤدي خدمات استشارية يعني خدمات بخلاف المراجعة اللي بنسموها non audit services طيب مكتب مراجعة بقدم خدمات استشارية لنفس عميل المراجعة يعني أنا مكتبي يؤدي خدمات مراجعة لعملاء بعينهم ولنفس هؤلاء العملاء بنقدمهم خدمات خلاف المراجعة المؤشر بيقول إيه بقى إن تقديم مكاتب المراجعة الخدمات الاستشارية لعملاء المراجعة له تأثير على جودة خدمات المراجعة طبعا هنا اللي تكلموا قالوا إن الخدمات المراجعة هتبقى خدمات أقل جودة ليه لأن المراجعة فيه مساس بالاستخلال بتاعه يعني مكتب مراجعة لما يقدم النوعين دول من الخدمات لذات العميل خدمات المراجعة والخدمات الاستشارية بيبقى فيه فيها مساس بالاستخلال العميل في أعمال المراجعة الأمر اللي بيخلي عملية المراجعة تبقى أقل جودة علشان كده لما نناقش في نهاية الكتاب بتاعنا اللي نفاكرين في الفصل التاسع أو الوحدة التاسعة لما نتكلم عن حاجة اسمها قانون سوكس حاليا قانون سوكس ركز قوي على الخدمات الاستشارية دي نو قال لأ يتحط لها حدود وما تتسبش كده المراجعين يعملوها بدون ضوابط لأن لها علاقة بجودة المراجعة طبعا العلاقة علاقة سلبية يعني نقدر نقول كل ما المكاتب المراجعة قدمت خدمات استشارية التسعت في تقديم الخدمات الاستشارية لعمل المراجعة كل ده كل ده مكان تأثيره سلبي على الجودة طيب نمرة ستة المنافسة بين مكاتب المراجعة المنافسة بين مكاتب المراجعة كمؤشر على الجودة نقدر نقول برضو ده الحقيقة فيه رأيين رأيي بيقول كل ما كانت المنافسة شديدة بين مكاتب المراجعة كل ما ده كان له تأثير ايجابي على الجودة ده الرأي الاول ليه بقى بصحاب الرأي ده بيقوله ان مكاتب المراجعة لما تتنافس حتى تنافس على اساس الجودة يبقى المكتب الاحسن اللي بيقدم خدمات مراجعة اكثر جودة هو اللي حيسود في السوق ورأيي اخر يقول ان احيانا المنافسة بين مكاتب المراجعة تدعو بعض المكاتب انها تنزل بمستوى الجودة علشان تحصل على الاعمال باتعاب متواضعة يبقى المنافسة ده فيها قولان زي ايه زي مدة ارتباط المراجعة بالعميل اللي شفناه قبل كده اذا المؤشرات اللي احنا نتكلم عليها دين فيها مؤشرات واخدة اتجاه واحد وفي مؤشرات فيها رأي ورأي اخر يبقى احنا الوقت عندنا في الشريحة اللي قدامنا دي ست مؤشرات يمكن الاستدلال بهم على الجودة قبل ما نسيب الصفحة دين حجم مكتب المراجعة وده واخد اتجاه واحد مدة ارتباط المراجعة بالعميل وده فيها قولان وبعدين حجم الدعا والقضايا المرفوعة ضد مكتب المراجعة وسمعة المراجعة ده المؤشرين دول فيهم اتجاه واحد تقديم مكاتب المراجعة للخدمات الاستشارية للعميل المراجعة دي فيها قول واحد برضو ان العلاقة سلبية المنافسة بين مكاتب المراجعة والمنافسة بين مكاتب المراجعة دي فيها قولان ان المنافسة دي ممكن تاخد عملية المراجعة الى مستوى عالي من الجودة او العكس تاخد عملية المراجعة الى مستوى جودة ادنى من المعقول بسبب التنافس على الاتعاب وليس التنافس على الجودة ايضا نستكمل المؤشرات الجهود المبدولة والعناية المقدمة من المراجعين طبعا ده عامل مفهوش غير حاية اتجاه واحد بس انه كل ما زادت الجهود المبدولة والعناية اللي قدمها المراجعين كل ما دانا جودة عالية هنقيسك بقى الجهود المبدولة والعناية المقدمة من خلال فحص برامج المراجعة فحص قدلة الاسبات لو عايزين نقيم مستوى جودة عملية المراجعة نلجأ الى كده عايزين نشوف المراجعين الدول اشتغلوا ازاي نرجع للبرامج اللي هم عملوها والتنفيذ اللي تم لهذه البرامج والادلة الاسبات اللي توصلوا الى من تنفيذ عملية المراجعة كل ده يدينا مقياس للجهود المفزولة والعناية المقدمة بحيث نقدر نحكم على مستوى الجودة العامل المؤشر رقم 8 مستوى جودة الاحكام الشخصية المعنية خلي بقى لك من الادتور جارجمنت اللي كان اول موضوع في اول محاضرة قلناها جودة الاحكام الشخصية المعنية احنا عرفنا ان الحكم الشخصي ده عبارة عن اجتهاد من جانب المراجع بيفتي المراجع بيفتي في غياب النصوص والارشادات المهنية وبناء على خبرته وما اعتاد عليه في الحالات المواصلة بيعمل جارجمنت المؤشر ده معناه يقول لي ايه كل ما كان المراجع عمل جارجمنت عالي كل ما ده كان ادى الى عملية مراجعة اكثر جودة تسعة التأهيل والخبرة المهنية لفريق المراجعة طبعا كل ما كان الفريق اللي ادى عملية المراجعة سواء شاركة في اعداد البرنامج او نفذ البرنامج كل ما كانت الخبرة المهنية والتأهيل بتاع هذا الفريق عالي كل ما ادى انطباع على ان عملية المراجعة تبقى اكثر جودة استخدام المكتب لتكنولوجيا المعلومات الحديثة المكاتب المراجعة اللي بتستخدم ايتيز الجديدة خالص اه دي طبعا اكيد بتأدي عملية مراجعة اكثر جودة ليه بقى استخدام التكنولوجيا المعلومات الحديثة دي بتوفر جهد للمراجعين دي بتعمل شغل اكثر دقة ومنسمى ده بينعكس على جودة ايه اه المراجعة الاتصال الفعال بالعملاء المقصود هنا بالاتصال الفعال اللي هو التواصل بين فريق المراجعة وبين اه المديرين والكبار المسؤولين في الشركة اللي بتراجع وده الحقيقة اللي هو برضو اه فيها رأيين اه الاتصال الفعال اه ما تبقى صعب الوسائل الاتصال مفتوحة وعلى درجة كبيرة اه ده ممكن يؤدي الى مراجعة اكثر جودة اه او العكس اه ممكن اه يؤدي الى نشوق علاقات اه تؤدي الى ان المراجع يضغط عليه يفخد استقلاله اذا ده بيتوقف على ايه الاتصالات تمت ازاي اه يبقى الاتصال الفعال بالعملاء ده من المؤشرات اللي فيها رأي ورأي اخر اه المؤشر اللي بعد كده افتباط مكتب المراجعة باحد المكاتب العالمية ده طبعا المؤشر ده بيبقى في الدول العالم التالت اه حيث ان مكاتب المراجعة المحلية في هزي الدول اه بتبقى اه تعمل شراكات مع بعض المكاتب اللي هما البيك فور اه اللي هي المكاتب الاربعة الدولية كل ما اه الارتباط كل ما كان المكتب المراجعة له ارتباط بمكاتب باحد المكاتب العالمية كل ما ده ادى انديكيتور ومؤشر على جودة اعمال المراجعة اللي بيقدها هذا المكتب ليه لان المكتب العالمي ده لما بيرتبط مع مكتب محلي بيديله المعايير بتاعته بيراقب اه اداءه بيشرف عليه اه ومن ثم ده اه بيقده الى ان عملية المراجعة لازم تبقى اكثر جودة اه المؤشر الاخير تخصص مكتب المراجعة في مراجعة نشاط معين تخصص مكاتب المراجعة احنا الوقت عندنا المكاتب اللي بتميل الى التخصص والتخصص يبقى المكتب من عنوان وكده متخصص في كذا او اه وده نادر او انه يبقى موجود في مصر او حتى في اي دولة تانية لكن ممكن يبقى التخصص داخل المكتب بمعنى في اه فرق عمل او تيم من الفرق اللي بتشتغل يعني اه كل تيم بيتخصص في نشاط معين فريق يتخصص في مراجعة البنوك والانشطة المالية فريق اخر يتخصص في اه مراجعة الشركات التجارية فريق يتخصص في مراجعة الشركات الصناعية اه اذا احنا بننشئ داخل المكتب شعب متخصصة او فرق متخصصة اه للمراجعة بحيث اه يبقى الفريق اللي بيؤدي عملية المراجعة متخصص طبعا القاعدة كل ما زاد التخصص من قبل الفريق المراجعة او مكتب المراجعة كل ما ده كان مؤشر اه على جودة عمليات المراجعة اه يبقى احنا نقشنا لغاية ده وقت في موضوع جودة المراجعة نقطتين اساسيتين اه النقطة الاولانية مفهوم جودة المراجعة وتعرضنا من خلال هذا المفهوم لخصائص جودة المراجعة وبعدين نقشنا المؤشرات اللي بيستدل من خلالها على جودة عمليات المراجعة وعرفنا المؤشرات دهين 13 مؤشر بعضهم اه يحتمل اه 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 والرأي الاخر اه وبعدهم اه ماشي في اتجاه محدد تمام طيب اه النقطة التالتة بقى اللي بننتقل ليه اللي هي ضمانات جودة المراجعة ضمانات جودة المراجعة يعني ايه المقصود بالعنوان ده يعني ماذا يضمن لنا ان مكتب ان عملية المراجعة تبقى تتصف بالجودة اه نعمل ايه ايه الاليات اللي تطبق داخل مكاتب المراجعة او داخل الشركات اللي بتخضع المراجعة علشان نقدر نقول ان الاليات دي والاساليب دي من شأنها ترفع جودة العمل المراجعي من اما هذه الضمانات اولا استخدام اساليب وسائل ومعايير الرقابة على جودة عمليات المراجعة هنلاحظ زي ما هنشوف في الفصل اللي بعد كده او الموضوع اللي بعد كده ان جودة عمليات المراجعة لم تترج بقى كده ده لما بقى فيه اهتمام بجودة عمليات المراجعة المنظمات المهنية سعت واكتهدت في اه تحديد اساليب ووسائل ومعايير تراقب بها المنظم المهنية جودة عمليات المراجعة لان عمليات المراجعة جودتها مسئولية مكتب المراجعة اللي بيقديها ده اول طبعا وبنفس القدر مسئولية المنظمة المهنية المسئولة عن تنظيم المهنة المنظمات المهنية المسئولة عن تنظيم المهنة بهمها قوي ان المهنة تؤدى بشكل جيد لان الاداء المهني ده هو عنوان للمنظمة المهنية فحنشوف بالتفصيل في الفصل التالي او الموضوع اللي جاي بعد ده ان هناك اساليب ووسائل ومعايير بتستخدم لرقابة الجودة وضعت ساليب ووسائل ومعايير وضعت لتتبع في الاداء وفي رقابة جودة عمليات المراجعة كمان من ضمانات جودة المراجعة ان يبقى عندنا لجان المراجعة لجان المراجعة بقى دي لجان بتشكل في الشركات زي ما احنا سمعنا عنها لجان المراجعة دي بتبقى حلقة الوصل بين المراجعة الخارجي وبين ادارة المنشأة لجان المراجعة دي بتسام بدرجة كبيرة زي ما احنا شوف برضو قدام في رقابة جودة عمليات المراجعة ثالثا تشجيع تطبيق التخصص النوعي مكاتب دي مسؤولية بقى ايه مكاتب المراجعة نفسها مكاتب مراجعة تسعى الى التخصص النوعي ولا ينتظر ابدا ان في يوم من الايام نلاقي فيه مكاتب مراجعة متخصصة لكن من السهل ان احنا نلاقي جوه مكاتب المراجعة اقسام او فرق عمل او شعب متخصصة تخصص نوعي زي ما قلنا في نهاية النقطة اللي فاتت ان انا يبقى عندي مكتب مراجعة كبير نخصص فيه فريق عمل يبقى دول مراجعي البنوك والمؤسسات المالية لما يتخصصوا حيتعمقوا فيه هذا النشاط بحيث يقدروا يحلوا كل المشاكل اللي بتقابلهم في القطاع المالي فيه داخل نفس المكتب فريق اخر حيبقى متخصص فيه فيه مراجعة الشركات الصناعية دول مع تخصصهم واستمرارهم في التخصص بتاعهم حيتعمقوا برضو في التحصف وكده يضمن لنا ان عملية المراجعة هتبقى بمستوى جودة طالما بيقديها ناس متخصصين اذا احنا خلصنا هذا الفصل اللي هو كان جودة عمليات المراجعة في هذا الفصل قبل من سيبه وكلمنا عن ثلاث نقاط اساسية نقطة الاولى ما المقصود بجودة عمليات المراجعة والخصائص اللي بتتوفر في عملية المراجعة ذات الجودة العالية وشفنا اكتر من التعريف وشفنا الخصائص الجودة وبعدين شفنا المؤشرات اللي بنستدل بها على جودة المراجعة واستعرضنا حوالي 13 مؤشر واخيرا قلنا ايه اللي يضمن لنا جودة عمليات المراجعة قلنا ضمانات جودة عمليات المراجعة ثلاث ضمانات الضمان الاولاني مسئولية المنظمة المهنية اللي بتحط الاساليب والوسائل والمعايير لرقابة الجودة الضمانة التانية مسئولية الشركات محل المراجعة ايه مسئولية الشركات محل المراجعة انها تشكل لجان مراجعة صح بالاعضاء الصح وتحدد لهم المهام المزبوطة سنلاقي من مهام اللي جان المراجعة انهم يمثلوا همزة وصل بين مكتب المراجعة الخارجي وبين الادارة العليا بالشركة كمان فيه بقى النقطة التالتة او الضمانة التالتة دي ضمانة تعتبر مسئولية مكاتب المراجعة انفسها على وهي ايه تشجيع تطبيق التخصص النوري ندخل بقى على الفصل السادس وهيلاحظ ان الفصل السادس ليس منفصلا عن الفصل الخامس بمعنى ايه فصل الخامس كان عنوانه جودة عمليات المراجعة هذا الفصل اسمه وسائل واساليب رقابة جودة عمليات المراجعة لما نربط الفصلين ببعض هنلاقي اخر حاجة من الاخر حاجة انتهينا بيها في الفصل السابق اللي هو الخامس كنا بنكلم فيها عن ضمانات الجودة قلنا من ضمانات الجودة اتباع اتباع يعني تطبيق اساليب ووسائل ومعايير الرقابة على جودة عمليات المراجعة هنا بقى حنتناول في هذا الفصل ما هي الوسائل والاساليم اللي المفروض تطبق وتتبع لرقابة جودة عمليات المراجعة علشان نضمن الجودة تمام الاهداف التعليمية بقى والسلوكية في هذا الفصل احنا دي بندرس الموضوع ده علشان الطالب يدرك ويتفهم الاطار العام لرقابة جودة عمليات المراجعة مش بس كده احنا عايزين الدرس يدرك ويتفهم طبيعة جودة عمليات المراجعة والرقابة عليها يعني اين مقصود بالرقابة على جودة عمليات المراجعة كمان عايزين الدرس يتعرف على العامل اللي بتأثر في جودة عمليات المراجعة والرقابة على تلك الجودة عايزين الدرس يدرك اهمية الحاجة الى رقابة جودة عمليات المراجعة نفعل لنا جودة العمليات المراجع uhshay sera ورقابة جودة عمليات المراجع прогأس هذه هي مسبح مدية وهذا مستهدف ضد عمليات المراجعة رقابة جودة علية المراجع cookie chip Then it becomes a barrier تنتقل مع cautious لكم سأعود مع�데 مجال المقبولة كمان من اهداف هذا الفصل ندرك ونتعرف على نطاق نطاق يعني حجم رقابة جودة عمليات المراجعة والوسائل الخاصة بكل نوع من انواع الرقابة تعرف على اسلوب الفحص بوسطة النظراء واستخدامه كاحد اساليب التنظيم الذاتي لرقابة جودة عمليات المراجعة الحقيقة ده الهدف الاخير ده اسلوب شاعة وشاعة استخدامه في رقابة الجودة اسمه البيل ريبيوز او اسلوب الفحص والمراجعة بوسطة النظراء ده بيستخدم في سيلف ريجوليشن سيلف ريجوليشن اللي هو التنظيم الذاتي لعملية المراجعة والحقيقة الفصل ده هنتعرف فيه ان شاء الله على كل الوسائل والاساليب اللي بتستخدم لرقابة الجودة وحنوقف عند هزة عند هزة النقطة ونستكملها في المحاضرة الاخيرة ان شاء الله وبنشكركم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة